الفلوس مش كل حاجة جماعة والله حكمة اتعلمناها في الشوارع والحواري والقرى الصغيرة في مصر ان الفلوس مش كل حاجة ومش معنى ان في واحد غني او معه فلوس ان الراجل ده احسن من غيره او ان الراجل ده مبسوط او ان الراجل ده مرتاح بل بالعكس احيانا بيكون الفلوس هي نقمة مش نعمة على صاحبها بتجيب له التعاسة بتجيب له الكراهية من الناس بتجيب له الحقد والحسد وبتجيب له مشاكل كتيرة جدا خصوصا لو الشخص ده متخيل انه الفلوس كل حاجة هنا المشكلة لما شخص بيعتبر انه طالما امتلك المال فهو امتلك البشر فهو امتلك القلوب امتلك الدمغة بتاعة الناس اشترى ذمم البني ادمين هو قادر يشتري الجمهور ده او ده هو قادر يشتري الفريق ده او ده هو قادر يشتري التاريخ يشتري الجغرافيا يشتري كل حاجة طالما معه فلوس هنا المشكلة حكاية اشولة الرز وليس شوال رز واحد تخيلوا للحظة ان امتلكهم الفلوس اللي لا نهاية لها ربنا يبارك لهم ويزيدهم كمان وكمان وتكون في صالح شعوبهم وفي صالح شعوب الامة العربية والاسلامية حدش بيقول حاجة لكن طالما امتلكوا الاموال فهم قادرين يمتلكوا كل حاجة قادرين ينجحوا قادرين ينجحوا على مستوى الكورة على مستوى الرياضة على مستوى الفن على مستوى الرأس على مستوى الحفلات على مستوى الاعلام قادرين ينجحوا في كل حاجة لان هم معاهم الفلوس لكن نسيوا ان الفلوس هي عنصر من عناصر القدرة او انت عشان تحقق حاجة بيكون عندك رغبة وعندك قدرة الفلوس هي عنصر من العناصر مايش كل حاجة ان انت قادر تعمل اه معك تمويل ده طبعا لكن في مقومات اخرى الجماعة في المملكة العربية السعودية في عهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مش واخدين بالهم منها في حاجة اسمها التاريخ في حاجة اسمها الجمهور في حاجة اسمها الشعبية في حاجة اسمها حاجات كتيرة او يا جماعة مقومات للحياة مقومات لصناعة اي حاجة لكن انك بتعتبر ان انت بفلوسك بتقدر تشتري النجاح بتمنع هتافات معينة او بتمنع تعبير عن الرأي في اطار معين لانك شايف ان الهتاف او التعبير عن الرأي في الحتة دي بيدر بالصورة الجميلة اللي انت عايز تصدر نفسك بيها فبتبزي المجهود كبير جدا بتقعد حوالي سبعين يوم بتقول ان انت ملكش دعو بفلسطين بتقول ان انت بتمنع الاعلام الفلسطينية بتمنع الهتاف الفلسطيني بتستضيف كس العلم للاندية بتدفع فلوس كبيرة جدا عشان تجيب لعيب الكورة بتبدأ تروج ان الدوري بتاعك اعظم دوري ان انت عندك اعظم لعيبة ان انت بتدي اعلى مرتبات ان انت عندك اكتر جمهور انضف استدات احسن كاميرات احسن نقل اعلامي افضل معلقين افضل محللين افضل لعيبة يبقى كل الكلام ده هيجيب لنا افضل نتائج فبتاخد على رأي وليد الفراج زو واحد زو اتنين زو تلاتة تلاتة واحد النادي الاهلي بيفوز على التحق جدا بارح في كاس العلم للاندية قبل محضرتك تتدايق وتتعصب وتقول سوما بيعمل ايه كورة ايه وهباب ايه اللي بيتكلم عنها في بداية الحلقة غزة وفلسطين اه ما هو الكلام اصلا دلوقتي عن غزة وفلسطين انا مش بكلم عن الكورة قلب الفقرة دي واصلها واساسها هو فلسطين لانه قادة المملكة العربية السعودية قرروا من سبعين يوم انه هما يتجهلوا دعم فلسطين الا باللقطات والشوق منعوا الاعلام اعتقلوا نشطاء منعوا كل حاجة منعوا الناس تتكلم استضافوا كاس العالم عاملين كارنفال حلو اتحاد جدا يكسب الاهلي فنبدأ نتكلم عن السعودية العظمة واحنا ملناش دعوا باي حاجة ففي تسعين دقيقة بالزبط يا شائل علي القدير ان كل حاجة تتقلب على دماغهم بغم على دماغهم هنا مش السعوديين اطلاقا انا زي ما قلت قبل كده الشعب السعودي شعب جميل وعظيم وانا احبه يعني واحب هذا البلد الجميل الطيب واتمنى زيارة باية الله الحرام يعني في اقرب فرصة لكن انا بتكلم هنا هما هنا قادة المملكة اللي بيصنعوا اللقطة وبيمنعوا الهتاف لفلسطين فقومي اخي من كل الجوانب العملية تبوز منهم تطلع الفلوس مش كل حاجة فيخسروا تلاتة واحد في فضيحة كروية في استاد الملعب الجوهرة في ارض التحق جده في المملكة العربية السعودية بعد شحن اعلام كبير جدا فعلى مستوى الكورة خسروا خسارة كبيرة جدا على مستوى اللقطة اللي كانوا عايزين يعملوها قلبت بغم وباقي الناس تكلم عن نادي الاهلي مش عن التحق جده وعن صناعة الكورة السعودية وعن الرؤية بتاعت مفيش رؤية ولا طين الاهلي جيه علم تلاتة واحد وروح كويس على رأي النقطة اللي بتقولك احنا شعب واحد وطن واحد وتلاتة واحد النقطة اللي هي متقلم نبارح يعني ومنتشرة جدا لكن على مستوى فلسطين كمان المملكة العربية السعودية اللي اعتقلت الشاب المصري عبد الرحمن محمد عبد الرحيمي الشعير بزلزال في زلزال الصعيد لانه عمل فيديوهات من داخل الحرم هو بيعمل عمرة مع امه فاعتقلوه بقالو شهرين وشوية اللي اوقفه ناشط بريطاني في موسم الرياض لانه رفع العلم الفلسطيني اللي اوقفه امام جزائري وامام تركي لانهما ايضا رفعوا العلم الفلسطيني المملكة العربية السعودية اللي بتمنع كل مظاهر الدعم وتضامن مع فلسطين شعبيا انبارح بتفاجأ بجمهور النادي الاهلي ولعيب النادي الاهلي مش بيحتفلوا بس بالفوز ويا الطعمية ويا الكبسة واللي هو الامور العادية في الكورة لا امور الاهلي قرر ان فلسطين تكون حاضرة بقوة في ارض المملكة العربية السعودية وعلى الهواء مباشرة وامام انظار العالم اجمع يا اخي الاغنية بتاعت حسين الجاسمي ام نادي عالصعيدي ام نادي عالصعيدي ام نادي عالصعيدي اغنية سيئة السمعة مع انه انا يعني راجل بحب المزيكة جدا يعني ودني موسيقية الاغنية لحناها حلوة وكانت عاملة حالة في 2014 اقام انتخابات الرئاسة بس بامانة اغنية سيئة السمعة هي مرتبطة بحقبة سوداء لعبد الفتاح السيسي وبحقبة الرقص على الدماء وكده فحتى الاغنية قدرها ان لما جمهور الاهلي يهتف لفلسطين في ملعب الجوهرة في المملكة العربية السعودية الاذاعة الداخلية في الاستاذ تشغل ام نادي عالصعيدي وابن أخول بورصعيدي وبشرة خير لحسين الجاسم اغنية سيئة السمعة يعني استحضرها دايما لازم يكون رقص على دم دايما هي الاغنية دي مرتبطة ان فيه ناس بترقص وناس بتموت ففيه ناس بتهتف للناس اللي بتموت لا يا عمي شغل الرقص شغل بشرة خير يمكن الناس ترقص طبعا اللقطة بتاعة الهتاف لفلسطين استمرت في احتفال اللاعبة بتوع النادي الاهلي بالعلم الفلسطيني داخل ملعب الجوهرة خلينا نشوف كده مجموعة من الصور للاعب النادي الاهلي وهم بيحتفلوا مع الجمهور بعد المباراة بالصور وبإشارات النصر وبأعلام فلسطين اللي حضرتك شايفه ده لو تم في اي مكان في المملكة العربية السعودية الشهرين اللي فاتوا فصحبه كان بيتم اعتقاله وإيقافه وبيختفي محدش بيعرف هو فين لكن اكرم توفيق وباقي لاعب النادي الاهلي بشعار فلسطين وبعلم فلسطين وبالهتفات مع الجماهير كانوا موجودين في منعب الجوهرة اه امبارح